الأسعار يا نادر خلال العشر سنوات الماضية ارتفاع كبير بأسعار الشقق السكنية في عمان شو السبب الرئيسي وهل من وجهة نظرك كمستشار عقاري هل له مبرر؟ والله يا ستي فعلا خلال العشر سنوات الماضية فعلا فيه ارتفاع في أسعار الشقق بس الارتفاع هذا سببه عاملين رئيسيين الأول هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية داخل عمان خلينا نحكي ليه لأنه فعلا قلل المعروض من هاي الأراضي السكنية وعمالنا منحكي عن طلب كبير على الشقق فدائما مع قلة العرض لابد أنه يرتفع السعر العامل الثاني والمهم اللي هو قلة تنظيم الأراضي الزراعية لأراضي السكنية من طرف أمانة عمان أو البلديات عماله بعمل على حصر العروض السكنية مشان هيك عمالنا من الله سوي ارتفاع بأسعار الشقق السكنية بس بشكل عام عقاريا ما زلنا ضمن المنطق العقاري في الأسعار بناء على الطلب وعدد السكان اللي عماله بزيد بس هاي نصيحة لكل شخص ممكن أنه بده يفكر بشراء شقة أنه لابد أنه يتجه لمستشار عقاري يخدمه وين يتجه بناء على ميزانيته طب بما أنه فيها أنا بدي أروح أشتري عقار شو هي الخطوات اللي لازم أتبعها أو الخطوات اللي أمشي فيها قبل ما أشتري هالبيت أو هالشقة دايما في أربع محاور أساسية بموضوع الاهتمام بشراء عقار أول شي عماله بنحكي عن الغاية من الشراء ممكن أنه أنت بدك تشتري العقارة عشان تسكن فيه ممكن دك تشتري العقارة عشان ترجع تبيعي بعد فترة أو ممكن درح تشتري العقارة عشان تستثمري وتأجري فلازم تعرفي الغاية من الشراء بالبداية تاني شي عماله بنحكي لابد من معرفة المنطقة عشان يحدد جغرافيا وين ممكن يتجه تالت إشي اللي هو المساحة لازم يحدد أدل مساحة اللي هو محتاجها هل هي مساحة صغيرة مساحة متوسطة أو مساحة كبيرة وآخر إشي اللي هي الميزانية تبعته لا يعرف كيف أنه يقدر يوصف للمستشار العقاري أنه أنا ميزانيتي من كده إلى كده عشان يقدر يخدمه ويقدم له الشي اللي هو بدوية